اصعد الله صباحكم او مساءكم اصدقائي اينما كنتم معكم انخلة من قناة ملكي انخلة والشيف ايفا اهلا وسهلا بكم على قناتنا اما بخصوص وصفتنا لهذا اليوم اصدقائي فهي الفطور الاسباني الالذ والاسرع على الاطلاق عادة ما يعد الشعب الاسباني هذا النوع من الفطور يومي السبت والاحد اي في عطلة نهاية الاسبوع ولكي لا اطيل عليكم اصدقائي هيا بنا مع بعض لنرى كيفية اعداد الفطور الاسباني معي انا انخلة من ربوع اسبانيا باموس هيا بنا والان اليكم مقادير وصفتنا لهذا اليوم وهي تكفي لاربعة اشخاص سنحتاج الى حبتين من الاوفوغادو كبيرة الحجم اربع حبات من المشروم اي الفطر كبيرة الحجم ايضا حبتين من الطماطع كبيرة الحجم 500 جرام من السبانخ بيبي سبانخ وزيت زيتون و 6 فصوص من الثوم كبيرة اما بخصوص البهارات فسنحتاج الى الملح والفلفل الاحمر الحار والليمون ها هي جميع مقاديرنا اه نسيت اشياء المهم في وصفتنا لهذا اليوم سنحتاج ايضا الى اربع بيضات ها هي جميع مقاديرنا والان اليكم طريقة العمل ساضع المقلى على النار ساضع به ما يعادل ملعقتين من زيت الزيتون في المقلى وعلى نر هادئة اتركها حتى يسخن الزيت فيها بعد تحريكه هكذا قبل اعداد هذا الفيديو اصدقائي قشرت الثوم وغسلته وها هو جاهز معنا الان بعد ذلك سأبدأ بتقطيع الماشروم اي الفطر بعدما نظفته سأبدأ بتقطيعه بهذا الشكل انتزع هذا الجزء ومن ثم سأبدأ بتقطيع الحبة الوحيدة الى اربعة اقسام فانا هنا استخدمت الفطر اي الماشروم كبير الحجم واستمر حتى نفاذ كمية الماشروم التي معي اصدقائي بامكانكم مضاعفة المقادير بحسب عدد الاشخاص الذين معكم الآن وبعدما اصبح الزيت ساخنا في المقلاة سأضع فصوص الثوم هكذا وعلى نار متوسطة سأضع ايضا البيبي سابانخ في المقلاة الى جانب الثوم اقلب السابانخ هنا سأضعه على عدة مراحل ها هي المرحلة الاولى هكذا يبدو معنا السابانخ سأرفعه من المقلاة واضع الكمية الثانية في هذه الوصفة استخدمت نصف كيلو من السابانخ واضع الكمية الثانية موسيقى وها هي الوجبة الثانية من السبانخ وضعتها في المقلى وسأبدأ بتقليبها ما بين الحين والآخر حتى تنضج مع زيت الزيتون ولا ننسى أيضا تقليب الثوم لا ننسى أيضا إضافة رشة خفيفة من الملح فوق السبانخ والفلفل الأحمر الحار كمية البهارات أصدقائي ترجع لأذوقكم واحتياجاتكم ها هو الفلفلفل وضعته بعدما وضعت الملح أعود تقليبه ومن ثم رفعه بالطبق جانبا وأستمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الآن وبعدما رفعت السبانخ وضعت ملعقات بعاما زيت الزيتون فوق الثم لغرض تسويته بعد ذلك سأضع أيضا ملعقتين من زيت الزيتون وانتظر حتى يسخن معنا في المقلة ومن ثم سأضع الماشروم أي الفطر وأبدأ بتقليبه ما بين الحين والآخر حتى ينضج معنا تماما ومن ثم أرفعه من على النار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والآن أصدقائي وضعت النصف الثاني من السبانخ أبدأ بتقليبه مع زيت الزيتون حتى ينضج معنا تماما وصفتنا لهذا اليوم صحية ولذيذة وشهية يمكنكم أعدادها خلال دقائق فقط ترجمة نانسي قنقر الآن سنحتاج إلى حبتين من الطماطم أعمل على تنظيفها من هذا الجزء هكذا وتقطيعها إلى قسمين وضعت المقلى على النار فيها بما يعادل ملعقتين من زيت الزيتون أنتظر حتى يسقن الزيت في المقلى ومن ثم سأضع الطماطم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 الآن سنحتاج إلى حبتين من الأفوغادو كبيرة الحجم وناضجة أفتحها بهذا الشكل أزيل البذرة من الداخل ومن ثم سأبدأ باستخراج لب الأفوغادو بواسطة الملعقة بهذا الشكل وأستمر مع الحبة الثانية بنفس الشكل سنحتاج أيضا إلى قطعتين كبيرة من الخبز الأسمر الطبيعي نسيت ذكره في المقادير ولكن أصدقائي بجميع الأحوال تجدون المقادير مكتوبة في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو بعدما قسمتها إلى أربعة أقسام وضعتها جانبا الآن وبعدما وضعت ملعقتين من زيت الزيتون في المقلاء وضعت البيض الأولى أنتظرها حتى تنضج قليلا ومن ثم سأتابع وضع بقية حبات البيض الوحدة والأخرى هكذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والآن سأضع نصف حبة من الأفوغادو على كل قطعة خبز أسمر أبدأ بالضغط عليها وتوزيعها على كامل حبة الخبز ومن ثم سأضع فوقها القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون ترجمة نانسي قنقر الآن سأبدأ بإعداد طبقنا لهذا اليوم سأضع قطعة من الخبز مع الأفوغادو هكذا وبعدما وضعت عليها عصير الليمون سأضع زيت الزيتون لذلك وضعت عليها البيض المقلي والقليل من السبانخ هكذا بعد ذلك سأضع المشروم فوق السبانخ بهذا الشكل ومن ثم الطمطم المقلية مع الثوم وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم قد اكتملت أترى ما ألذها وما أجمل منظرها بألف صحة وعافية أصدقائي ويتناول الشعب الأسباني إلى جانب هذه الوصفة أي الفطور الصباحي ليومي السبت والأحد كوب من القهوة الساخنة أو الشاي الساخن حدثونا عن فطوركم وبلدانكم انتظروا آراءكم ومشاركاتكم أصدقائي وبهذا أصدقائي تكون وصفتنا لهذا اليوم الفطور الإسباني من ربوع إسبانيا قد أصبح جاهزا للتقديم بألف صحة وعافية أصدقائي أتمنى أن تكون وصفتنا لهذا اليوم قد نالت آجابكم ورضاكم اكتبوا لنا في التعليقات من أي بلد أنتم تتابعوننا وما هو فطوركم المفضل انتظروا آراءكم ومشاركاتكم معنا أصدقائي أحبتي نحن بحاجة إلى تفعلكم مع القناة قناة ملكي أنخلة وأشف إيفا من خلال الاشتراك بالقناة واللايك ومشاركة هذا الفيديو مع أحبتكم وأصدقائكم ليتزنى بالتالي وصله إلى أكبر عدد من المتابعين والاستفادة منه أحبتي لا تنسوا تفعيل جرس التنبيهات أيضا ليتصل لكم جميع أشعاراتنا أولا بأول كل الشكر لمن اشتركت القناة مؤخرا ولمن يدعمنا من خلال المتابعة والتعليقات انتظروني بوصفات جديدة كنت أنا معكم أنخلة من قناة ملكي أنخلة وأشف إيفا أستودعكم الله وأحبكم كثيرا آديوز إلى اللقاء اشتركوا في القناة